اشتركوا في القناة لا اعرف لا متى لكن الحديث عنها يتجدد يوم بعد يوم واخرها قبل ايام قليل ظهر على احد القنوات الفضائية المتحدث باسم وزارة الكهرباء وقال من البداية انه سأحدثكم حديث حقيقي تريدون الحقيقة واني يهمني اقول لكم الحقيقة ويهمني اوضح الصورة ويهمني اقول لكم الواقع وشنو المطلوب وشنو الموجود واذا به في حديثه يحاول القفز على الحقيقة ويغطي الحقيقة ليحدثنا عن تفاصيل اخرى غريبة عجيبة لكنها تكشف حقيقة واقع الكهرباء في العراق وانتم تعرفون يعني كل العراقين يعرفون منذ 21 سنة لحد الان حديث عن الكهرباء لا ينتهي بصيفا والشتاء وبالذات تزداد القضية بالشتاء بالصيف بسبب حرارة الجو لانه احنا ربما خاصة في هذا الصيف والصيف القبلة والقبلة سجلت مدن عراقية كثيرة اعلى درجات حرارة في العالم درجات الحرارة عندنا يعني معروفة لكن بسبب تغيرات المناخ الآن زادت درجات الحرارة في درجات حرارة غير يعني لا تحتمل فبالتالي تحتاج الناس تحتاجي للكهرباء واحد عشرين سنة الشعب العراقي يعتمد على المولدات الخاصة وجيب القاز وود القاز وجيب الخطة معرف شنو كم امبير ويدفعون فلوس والحكومة تقول لك احنا صرفنا فوق المئة مليار دولار ومثل ما يقول المثل العراقي جيب ليل واخذ عتابة لأن ماكو نتيجة مئة مليار دولار لو تغطيها قارة الامريكا الشمالية من الشمال هي لا جنوب وتغطيها كلها كهرباء فهذه مئة مليار دولار مئة مليار دولار مبلغ كبير جدا جدا قارة كاملة تنور بيها اكثر من مرة لكن في العراق عادي جدا المهم تحدث قال حتى نتحدث في الحقائق وسأقول لكم لماذا هو يخفي الحقيقة يعني الحقيقة الأصلية ويحاول أن يحدثنا في غير قضايا تفاصيل وأيضا تفضحهم هذه التفاصيل يقول في الصيف وطبعا مثلما تحدثنا عن الصيف وانتو تعرفوا الصيف ودرجات الحرارة قد تصل إلى 60 درجة مئوية قال لدينا كانت قدرة على التوليد 27 أول لدنه هكذا يقول هو يقول هكذا 27 ألف و 340 ميجاواط هذا اللي استطعنا أن نولده فيها على الدرجات طبعا هو ما يقول أنه هذه قدرة محطات الكهرباء على توليده لكن عندما تنتقل وسائل النقل تنتقل عبر الكابلات وتنتقل عبر محطات وكذا تفقد تفقد كثيرا من هذه يعني ما يصل إلى محطة التوزيع الأخيرة أقل من هذا الرقم بكثير لكن مع ذلك هو يقول نحن 27 ألف و 340 ميجاواط طيب قال بس حاجتنا نحن كانت نحن أولا كانت 27 ألف و 340 ميجاواط حاجتنا 48 ألف و 500 يعني 48 ألف و نص يعني فرق حوالي 20 ألف ميجاواط إذن كان التجهيز للكهرباء بالصيف في هذا الحر لاهب على العراقيين لا يساوي شيء لذلك كانت الانقطاعات 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات ومناطق متجهية الكهرباء ومناطق متجهية 10 ساعات وهكذا فأحنا يعني نحتاج الآن أن تتوفر تحت EDN أكثر من 48 يعني بحدود 50 ميجاواط 50 ألف ميجاواط إحنا كل اللي عندنا هو يقول ولدنا 27344 طيب وين الآن دنولد يقول الدنيا شتى والجو بارد برد الجو يفترض الآن التوليد أفضل يعني هذا يم يعتمد حرارة الجو تؤثر على المكاين وعلى المولدات فإحنا الجو الآن تحسن إحنا توليدنا 27344 طيب الآن إذا قد نجهز يقول 17 17 ألف ميجاواط يعني إذا الراحة 10 10 ألف ميجاواط وين الراحة يقول أنه محطات كثيرة واقفة ما عندنا لا وقود ولا غاز الله أكبر حكومة 21 سنة حكومات متتالية متعرف تحسب إذا قد تحتاج هذه المحطات من الغاز والوقود وتوفر مسبقا وتوفر ما أريد أقول موسم واحد موسم واحد غلط توفر لسنة كاملة ولسنوات كاملة يعني مسبقا توفر وجاهز وما عندهم مشكلة ونتي وفر كهرباء واني يعطيك الغاز ويقول ما عندنا لا غاز ولا ولا وقود فاش نسوي محطات وقفة فإحنا الآن 17 والتوقفات نفس الشي بس أسوأ من الصيف ونرجع إلى هذه تحدث بيك الحقائق لكن الحقيقة الأساسية هو ما قل إن هي الكهرباء ليش ورى 21 سنة غير موجودة ليش ما قدرنا بالعراق هذا أبو الكفاءات أبو المهندسين أبو العقول الكبيرة أبو القدرات أبو الهمة أبو النشاطات العراق في 91 ومن علاقة مرة أخرى أقول لكم ما لها علاقة لها بنظام سابق ولا بنظام لاحق بالواحد جسعين جاءت أمريكا بطائراتها وضربت العراق كله ومحطات توليد الكهرباء أولها وضربت جسور وضربت كل شي لكن محطات الكهرباء كلها طلعتها خارج صفر كانت الكهرباء وخلال شهور بسيطة أعادوا العراقيين المهندسين والأبطال وحصار علينا أعادوا بما موجود القدرة على النهوض بالكهرباء على الأقل وفروا 60-70% من أده وكانت تجي الكهرباء وطبيعي الناس عايشة طيب لماذا الآن ما أمريكا وياكم بريطانيا وياكم فرنسا وياكم العالم الأوروبي كله وياكم كل الدول القليمية وياكم إيران وياكم كل الدنيا وياكم العرب وياكم كل العالم وياكم يأيدوكم اتحاد أوروبي واتحاد آسيا ومعرف منه كلهم وياكم لماذا متوفرون وعدكم فلوس كان العراق لم يكن لديه فلوس كان كل يدخل للعراق 6 مليار دولار توزع حصص تموينيين أخصد أهل الدولة يقولون كان الموظفي يأخذ 3 دولارات ماشي صحيح شلون كانوا عايشين العراقين والكهرباء موجودة وقدروا يصلحوها إذن أكو ناس للبناء أكو ناس رجال دولة أكو ناس للنهوض وسلطات وحكومات للبناء وأكو عصابات وجماعات فأقد النزاهة فأقد القدرة فأقد البناء فأقد القيم الوطنية فأقد كل شيء وسارقة وفازة فما تسوي شيء وما تبني شيء مجاية للبناء هذا الفرق وهي الحقيقة التي حاول بالكهرباء يغطيها وهذا عشرين سنة نصرف فوق 100 مليار دولار وكهرباء موجودة الآن تحدثني عن محطات غازية محطات معرفة جنو ما بيها وقود وقفة ما نقدر هذا شو كلام من المسؤول عن الكهرباء أساسا يعني توفير الكهرباء ونهاية هذا الملف وينتهي بعد أن صرفتوا علي فوق 100 مليار دولار وعلى المواطنين يجب صرفوا هذه الناس تصرفوا لأشهر 21 سنة الناس تصرف من جيفة على مولدات وغيرها وتدفع فلوس وتشتري أمبيرات وكهرباء ومدير صيف ونشتان وهذا الخط الذهبي ذاك الخط الماسي وهذا الخط الفضي ومحرشينه هذي مين إذن نحن عندنا يعني موجود عندنا بالإراق لعبة كبيرة يحاولون يغطوها بالحديث عن عن تفاصيل هي تفضحهم أكثر هذه تفاصيل لكن واقع الحال المشكلة وين المشكلة إن كهرباء ما يقول يش مقدر تتوفروا لكهرباء هي هاي المشكلة ومن المسؤول ذاتي كهرباء واحدة من الحكومات كلها من 21 التعاقبة للعراق هي المسؤولة عن السرقة والفساد والخراب والدمار بالكهرباء فلذلك الكهرباء ملفها لا ينتهي موليوم ولا باتر ولا بعض سنة ولا عشر سنوات مثل انتهاء القضية صيفا وشتان نفس القضية ويطلع عنه المتحدث باسم وزارة الكهرباء ويطلع غير متحدث ومادر منه باسم وزارة المدرمنية يتحدث لنا عن الكهرباء يقول لنا وهذا كله ونحن لا عدنا صناعة ولا مصانع ولا معامل كبيرة ولا منشآت تحتاج لكهرباء ما عدنا غير بيوت وشوارع إذا كل هذا وما قادرين ننبغر إذا صارت عدنا وتحدثوا عن نهضة صناعية ونهضة زراعية شلون وهذا تأخذ أكثر من هذا الذي تصرفوه أكثر من عنده تحتاج حتى توفر لكم وتشتغلوا المكاين المعامل ليل ونهار وتعوض الفترات والكذب ما عاد ينفع والكذب وقصة الكذب والمحاولة تغطي على الحقيقة الأصلية ما عادت مقبولة أشكركم أعزائي المشاهدين أتوقعكم في حلقتين أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة